السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في قناة مطبخ بشراء هداية في فيديو جديد ووصفة جديدة كنتمنى تكونوا بأحسن الأحوال والصحة والعافية فيديو دياليوم هي عبارة عن جوج ديال أنواع ديال المملحات بعجينة وحدة رائعين تيجيوا في الماطق هي عبارة عن بيرغر بوحد الكروكيت يالبنات رائع صدقوني وصفة ناجحة مئة بالمئة والديدة وبسيطة وتتعطينها كمية كبيرة واقتصادية ووحد مملحة عادية بدون لحوم تيجي الماطق ديالها رائع تزيني بها المائدة لإفطار ديالك بواحد العجينة اللي ديجا كنت درتها معاكم وغادي نخلي لكم مقادير ديالها في مقادير ديال العجين في صندوق الوصف لأنه مش ميجينيش لا فيديو طويل غادي ندي لكم غير الحشوات اللي استعملت فضل وصفات هادو وتنتمنى تفرجوا في لا فيديو من الأول حتى التالي ولا أعجبكم لا فيديو خليوا ليوا حد تعليق محفزوا لايك كذلك لا فيديو بسم الله وعلى بركة الله ندوز المقادير البنات بعدما موجداء هادلي ميني بيرغر شجوم البنات كتيجيوا أقدي نخلي لكم البنات المقادير ديالهم والرابط ديالها فيديو في صندوق الوصف لما بغيتش نديرو بش مجيش الفيديو موميل وطويل هدي عجينة اللبن معتمدة عندي هدي نحتاجه بالنسبة لي كروكيت هدي نحتاج خمسمائة جرام ديال صدر ديال الجاج انا محتفظ نحتفظ 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 بصدر عندي واحد زليفة صغيرة ديال الروز من بعد ما سلقاهم سقطرها بالنسبة للتوابل عندي الملح عندي ملعقة صغيرة دبودرة البصل ملعقة صغيرة دبودرة التوم وقليل من الإبزار وقليل من اسكين جبير وكذلك وحد جوج ديال دريست ديال تومة وغدي نحتاج كذلك بيضاء وثلاثة ديال معالق كبارين ديال شابلو هدي بنات دجاج ووغدي نتrod ا Shoulders هدي نطحنه مزيان بعد ما تطحن البنات دكستر الديال الدجاج يرجح بحال شكل ديال الكفتة هدي نوضاح لي هداك الروز اللي صالقة اه هدي نتهوه بطبيعة الحال غادي نتحنه مزيان حتي تجانس لي محددك هداك نضيف ثلاثة المعالق ثلاثة المعالق نضيف ثلاثة المعالق نضيف ثلاثة الكروكت نحتاج الدقيق ، نحتاج شابلوغ ، نحتاج البيض ، نستطيع البيض في هذا النصف كيلو نشكل الكروكيز بطبع الحال ، نمره جيدا في الدقيقة المرة الأولى نحن نفض منهم دقيقة ، نشترك العمل واضحة ، نضعه في البيض ، نضعه في الشابلوغ ، نحتاج به جانبين حتى نريد أن نقليهم نشكل الكروكيز نحن نضع زيت للذيط مصرحة مثلا ، اخذت رميزة وضع رميزة نصف نضع سخون الزيت سخون نضعه بالحق ، نضع وضعه في القرمشة نضع الأور اشتركوا في القناة 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 هذا هو تقديم النهائي المملحات اللي دلنا مع بعضياتنا شتوكي تيجي ورائح وهذا البرجر غزال حمق علي الوليدات كله وما خلوا فيه تشي وحدة أحسن بكثير من المطاعم الكبرى هذا الكروكيت ناجح ومضمون مئة بالمئة تنتمنى تجربوا هذه الوصفات وتعجبكم وتبرتجيها كذلك مع العائلة والأصدقاء وإلى اللقاء في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته